الساعة واحدة وهلت غراطيس مجانة بشكل كامل فهذا كانوا الأناصر الآن قرناه هنا فلازم نطلع نجهب على الأسئلة خلينا نشوف الأسئلة، خلينا نشوف أول سؤال هور ميكي كوستر دانس كوشن كم يكلف كوش أو دروس الروس ففينا ننزل الدانس لكخونر فورا ونشوف الدانس لكخونر فنشوف أنه هون سؤال عمينا هور ميكي كوستر فمعتها قديش السعر فمعتها لازم نشوف تقريبا أنه بكلف تسعين كرونة على الساعة يوم الثاني كمان اللي احنا عنا بالظاهر عنا للعيلة كلها بس لحيجي أربعين كرونة للزلمة بس هي للعيلة كلها بس يوم السندق بس للكبار فخلينا نطلع مسلا ع السؤال ونشوف أنه شو كاتبين يعني كاتبين قدش بتكلف ففينا نقلون بس لحيجي أربعين كرونة فالشي اللي كتير مهم بهذا الاسئلة اللي بيجيبو لكم إيها تبع الانونسر أنه لازم تنتبهو وهي هلا كتير عم شدد علي هاي القصة أنه أحيانا ما بدون أجوبة مثل الطريقة اللي يناهل عم بيعطيكم إيها أنا عم حط بالأخير طريقة مفصلة أنا أصدا عم فصل للأسئلة لكنني أحيانا ما بدون إيها لكم تكتبوا كثيرا أحيانا بس يقول لكم اضعوا ليس يسألكون أسئلة مثلا هور ميكي كوستر دانس كوشن لا يمكن أن يكلف في شيء بالعادة يقول لكم اختاروا الانونس اختاروا رقم الانونس يكونوا أحيانا يضعون أرقام مجمب كل أعلان ويقول لكم بس كتبوا رقم الانونس مثلا دانس كوشن عنده رقم اثنين بل لكم مثلا هون كتبوا رقم اثنين وقت الأسئلة اللي حتجي لح تجي شيء مناسب لهذا الشيء مو انه قديش سعر هاي الشيء وقت اللي حيكون مثلا انه اي اعلان بيتحدث عن كذا 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 فعدة شغلات ممكن تجي بعدة صيغة أنا عم بعطيكم بصيغة واحدة وأنا عم بعطيكم أصعب صيغة ممكن يجيبوها مشان كل شيء مشان تدربوا على الأصعب شيء وكل شيء باقي يجي سهل فانتبوا على القصة انه الأسئلة بالامتحان لح تجي بطرق مختلفة ودائما اقروا الأسئلة لانه دائما في تبديل بالأسئلة وطريقة الأسئلة لانه ليس دائما انه تكتبوا بهذا التفصيل احيانا بس لازم تكتبوا الرقم واحيانا لازم تكتبوا جملة حسب الشكات بالكم بالسؤال فتذكروا هذا الشيء كثير ضروري سؤال الثاني النار كان لا نستدرها من الدراسة انت في الواحد يدرس مع الناس الثاني وهذا اكيد كان الأنونس رقم 4 اللي هو study group مجموعة الدراسة ففينا ندرس لحنا يوم السبت ويوم الخميس لوردوغ وكتوشدغ ففينا نقول لوردوغ وكتوشدغ النار كان لا نستدرها من الدراسة فارية لوردوغ وونسدغ مشان صعبة شوي سوف نضع الأوقيت ساعة ثلاثة يوم السبت والساعة واحدة يوم الخميس فارية لوردوغ كانت الساعة 13 يعني الساعة واحدة وكل يوم فارية كل يوم أربعة ساعة ثلاثة وكأنه بالعكس حطيتهم هيك 13 وخمسة تمام فهون لأنه عملنا هنا النار فلازم نركز على كلمة النار متى مرة اجتني بالامتحام مثل ما اجتني بها الصيغة اجتني انه اختار الأنونس يلي فيك تدرس في الساعة واحدة يوم ال الأربعة هيك انا وقتا اجاني مرة بالامتحام بالأسف اي منذ فوقتا كتبت الرقمه للأنونس كان مكتوب أربعة فكتبت أربعة لن تجاوب كل شيء انه هيك السؤال كان مفروض عليه السؤال الثالث ماذا فيه الواحد يعمل بأيام العطب بوهيلين بنهاية الأسبوع فخلينا ننزل ونشوف كل شيء بنهاية الأسبوع أول شي عنا دانس لك خونر صندق فينا نروح على دانس لك خونر وعنا لوردق ستودي جروب ففينا نقول هالا ستودي جروب او دانس لك خونر ماذا كان مانيورا بوهيلين مان كان كوا دانس لك خونر اوك ستودي ر استودي جروب بر على الفكرة انا بقول 99% ما لحجي يقول لكم شغلات انه تشرحوا بالتفصيل لهالدرجة لحجي يقول لكم نختاروا الرقم بس معلاش عم بعطيكم أصحاب شون تدربوا فهي شغلات اللي فينا نعمل بأيام العطب فينا نروح على دانس لك خونر وفينا ندرس في شموعات دراسة السؤال اللي بعده نار كان مان برومينيرا امت فيه الواحد يمشي برومينيرا فهلنا ننزل من نروح على فريلوفت يعني الهواء الطلق فهنا هي أكيد هون أصدن برومينيرا وقتنا قرناها يوم الخميس يوم الخميس يوم ٣ تيسددك لجتم تلك درجات هوائية هي توشددد إروندخان ماشي حول البحيرة فمتع توشددد يوم توشددددس هنا تنروح يوم الن livro يعني توشددده ساعة ستة للصباح ساعة 6 الصباح سؤال الأخير نار كان بان مولا عندما يرسمون الأولاد في خلال ننزل على بتذكر أنه كان نشاطات وقت الفراغ للأولاد بتذكر أنه أول واحدة كانوا بيعدوا بيلعبوا سواء بس الثانية هي مفيدة للأولاد أن يرسمون فنار يعني يوم الأربعة و الساعة 5 نار كان بان مولا و و و و و و خلق كتير بكير كانوا و ساعة 5 الصباح يروحوا يرسمون آآ تمام فخلصنا من هذا السؤال ما أعد عيد عليه بس نتبهوا أنه قصت دائما أقروا الأسئلة و نتبهوا شو مطلوب منكم على الأحيان مطلوب منكم الرقم بس تكتبوا أو مكتوب منكم تكتبوا كل شيء جواب كامل هذا هو الآخر سؤال للإمتحان هو لس تكتين و سوارة بو فروقنا أقروا النص و جابوا على الأسئلة كامل اشتركوا في القناة 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 يكفي عيلي أتفل شيئًا أن أفهم لي أن يستطيع أن يكفي عيلي أتفل شيئًا أن أفهم لي مدى من جبان أي يوبيت أن يستطيع أن يعيلي عيلي و هذا كثيرًا يوبيت كثير صعبة و يدعى و هي بشكل مطلق غير سهل بعدين يقول يوق تنكر ماء في التهارف أنا أفكر أني انتقل من هون في التهارف رون انتقل من هون هارف رون يعني من هون و أحصل على عمل ثاني مد مير بانيار مع مصاري أكثر من ولكن من فرو تكر أد هون فيلستانا بريفيد سين فاميلي ولكن زوجتي بتفكر أو بتظن أن هي بدأت ضل فيلستانا بدأت ضل بريفيد مجانب عائلتها بريفيد سين فاميلي مجانب عائلتها أكفيل انتبو إنه رزفاريا و ما بدأت تعيش في شمال السويد لقد أر كرون كليت الحالة معقدة ف مثل ما نفهم هون إنه هذا الرجل مشتغل زيادة و ما حمله حق يعمل شي تاني عنده عدة أولاد ما لا سهل إنه يعيلهم بده ينتقل بس مرته ما بدأت تتقل ضد ظلم جنب عائلتها و ما بدأت تعيش في في شمال السويد فالحالة معقدة لقدتها كرون كليت هل قد نجعب على الأسئلة مانين ايرتروت افتشهم الظلمة تعبان افتشهم لأن هانهار انستور فاميلي هو عنده عائلة كبيرة هانيوبر اكسرا لأنه عم يشتغل وقت إضافي هانهار انينتيد فور اندر اكتيفيتاتر هو ما عنده وقت النشاطات تانية فهو مانين ايرتروت افتشهم الظلمة هو تعبان لأن ليش هو تعبان هل هو تعبان لأنه عنده عائلة كبيرة لا لا هو تعبان لأنه عم يشتغل كثير لأنه هانيوبر اكسترا مثل ما قلت لكم في جواب مطلق واحد صح ما في جوابين صح فجواب هو أنه اللي هو عم يشتغل اكسترا عم يشتغل وقت إضافي لذلك هو تعبان افكرا فيكم توقفوا الفيديو الآن والنص اللي راح تكون نسبتكم السؤال الثاني هور مونجا بارن هار مانين كم ولد لديه الرجل إنيا بارن ولا ولد إت بارن ولد واحد فليرا بارن عدة أولاد نحن هنا نجب أن نفهم أنه هو مونجا بارن إنه واحد يعيل عائلة في عدة أولاد هي صعبة معناتها أكيد عنده عدة أولاد مونجا يعني عدة فشايفين نحن كلمة واحدة تعطينا الجواب الصح للسؤال فهو عنده عدة أولاد مونجا بارن مونجا 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 بارن من خلال تأفتشون الرجل بده ينتقل لأنه هن في البو ناراسين فاميلي هو بده يعيش مجنب عائلته أو لأنه هن سفرو في البو إنه راس فارير إنه مرته بده تعيش بجمال السويد أو لأنه هن في الهائة باتريوب وبده يحصل على عمل أفضل فهو أكيد الجواب الثالث لأنه يحصل على عمل أفضل أفضل لأنه أول سؤالين هنا ليش مرته ما بده تنتقل للشمال أو ليش مرته لأنه ما بده تعيش في الشمال السويد أو لأنه ليش مرته بجمال archae، فهو خطأ الجواب هو الثالث إنه هو، بده يحصل على الش inse haben هن فيه الكثير ونشاهد desse هداَ كان كل الإمتحان و اللي بديكون عليه هلأ إنه إذا رأيته كثير صعب فما نعطى عيده مرة تانية وفهموا كل شي موجود فيه وإذا رأيته فيه شوية تحدي لأيكم إذا رأيته فيه شوية تحدي أو كثير تحدي فروح نرى السلسلة القواعد ونرى السلسلة كتابة المواضيع هذول سيساعدوكم أكتر شي اللي بيقلكون هي إنه هلأ المهم هلأ إنه مو بس تحفظوا كلمات بس إنه تركزوا إنه تقدروا تطلعوا المفهوم الكامل من النساق معين من تيكست عم تقدروا تفهموا بشكل عام عم تقدروا تفهموا إذا التفاصيل الصغيرة أحيانا ملزومة إنكم تفهموا شوي بس مو كتير بدياكم لا تخافوا من الامتحان وبوعدكم تماما أنا وعد مني إنه إذا درستوا هذا الفيديو درستوا وعدت فيديوهات تانية أنا وعدكم لحيط للامتحان كتير سهل عليكم فساعدكم طائقات تركوا تحت أنا آسف إنه كتير حكيت بس معلش نعد نعد 45 دقيقة سوى ونحكي عن الامتحان لح تساعد إنه ترفع علاماتكم أكتر وبالأخير هي مجرد فائدة حبيت لني أحكي كتير بفيديو واحد وخلص كل شي فهذا كان كل شي لليوم بديكن لكتل بالامتحان وحظ موفق وبشوفكن بفيديوهات تانية على قناة المعرفة بالعربية على اليوتيوب ترجمة نانسي قنقر